معنا من إربيل الكاتب والبحث السياسي ياسين عزيزي أستاذ ياسين أهلا وسهلا بك تدعيات هذه الاستهدافات وخاصة بين إربيل والحكومة الاتحادية مساء الخير تحياتي لكم ولمشاهدين الكرام يعني التبعات هذه الهجمات التي وصلت إلى أكثر من مئة هجوم واستهداف من هذه الفصائل كانت تستهدف حتى يوم أمس الفجر تقريبا القواد والقواعد الأمريكية بعيدة عن بعض المناطق لكن استهداف منتصف الليل الماضي لمقرات عسكرية قريبة من مناطق حساسة ومهمة وهي منتجع صلاح الدين ومنتجع سري رش الذي يضم مقرات حساسة جدا منها مقر سيد البارزاني والمكتب السياسي ومقرات عسكرية مهمة تعد من القوات الخاصة من البيشمرقة لذا فالآن أصبح المواجهة والاستهداف موجه إلى طرف عراقي بعد أن كان موجها للقوات الأمريكية أو القوات التحالف الدولي لذا فإذا لم تقم الحكومة العراقية وحسب ما سمعناه من تصريحات القيادات الكردية العليا ومنها السيد مسعود البارزاني والسيد الرئيس الإقليم والسيد الرئيس حكومة الإقليم أن هذه المواجهة يمكن أن تبدد وتتطور لا سامح الله إذا لم تقم حكومة السيد السيد الرئيس والقيادة العامة للقوات المسلحة بضبط هذه الفصائل التي تنطلق هذه المسيرات والسواريخ التي تستهدف سواء القواعد الأمريكية أو مقرات أو مناطق متفرقة في أربيل من هذه الأراضي التي تقع ضمن خارج سيطرة حكومة إقليم كردستان المسيرة التي تم تحويل مسارها وانفجرت بالقرب من مطار أو قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل يعني سقطت بالقرب من ضاحية عينكا وهي منطقة مأهولة بالسكان إذا منحرفت هذه المسيرة أمطار عدة يمكن أن تكشفها أو أن تؤدي إلى خسائر بشرية مدنية كبيرة بصراحة طيب اليوم هناك تحقيق أعلن عنه بحسب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ما المتوقع من هذا التحقيق خاصة في ظل استمرار الهجمات يعني بمختلف أشكالها وبظل التصعيد والمخاوف من تصعيد أكبر في المنطقة يعني بعد كما قلت أكثر من مئة استهداف وهجوم من قبل فصائل تعتبر عراقية أو تستهدف القواعد الأمريكية أو البعثات الدبلوماسية من داخل العراق لم تقم الحكومة الاتحادية أو القيادة العامة للقوات المسلحة بكشف أي شيء أو التوصل إلى شيء معين إنما هي الشعارات وبلاغات أنا أتصور أن هذه اللجنة وعشرات اللجان إذا لم تقم الحكومة الاتحادية بالتزاماتها ولا تنتفي بالتزاماتها فلم تصل إلى نتيجة وللتذكير تزامنا مع أمر السيد السوداني بتشكيل لجنة خاصة للتحقيق في هجوم أربيل أو مقرات البيشبرقة قرب منتجة صلاح الدين كان هناك تراشق إعلامي من قبل السيد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الاتحادية ضد المتحدث الرسمي باسم حكومة الإقليم كل هذه الأجواء المتأزمة بين الطرفين أنا لا أتصور أن هذه اللجان التي شبعنا منها في العراق أن تؤدي إلى نتائج ملموسة باعتبار أن أتصوري أن هذه الفصائل أن هذه الجماعات هي أقوى من الدولة ولا تحترم الدولة ولا تحترم القيادة العامة للقوات المسلحة وأن هناك غطاء سياسي لهذه الفصائل هذا الغطاء الذي يمنع أي توجيه أي تهمة معلنة ومباشرة لجهة معينة ما المطلوب أستاذ ياسين في هذه المرحلة الدقيقة لتفادي أي نوع من التصعيد؟ يعني المطلوب أن تكون الحكومة الاتحادية التي للأسف إلى الآن لم تكن حاسمة وحازمة هناك أجهزة عسكرية وأمنية هناك الاستخبارات العامة هناك قوات مكافحة الإرهاب هناك قوات نخبة خاصة تابعة للقيادة العامة التي يقودها السيد رئيس الحكومة السيد محمد الشجاع السوداني على السيد السوداني ومن يقف راه التصرف بحزم ومعه هذه القوات وهذه الأجهزة من أجل عدم انجرار البلد إلى مزيد باعتبار أن القوات الأمريكية التي صعدت أيضا من استهدافها لهذه المقرات لا سيما الاستهداف الذي حصل يوم أمس على الحدود نعم أستاذ ياسين فقدنا إذن الاتصال مع سيد ياسين عزيز من أربيل الكاتب والبحث السياسي شكرا لك ترجمة نانسي قنقر